ومن مسائل المسح على الخفين أن يمسح عليه ما في الحدث الأصغر وليس في الحدث الأكبر لحديث صفوان بن عسال في المسند وفي غيره قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفراء أن نمسح ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابه لكن من بول وغائط ونو بمعنى أن الإنسان بما أنه محدث حدثاً أصغر يعني توضأ فلبس الشراب أو لبس الجوربين ثم بعد ذلك انتقض وضوءه بريح أو ببول أو بغائط أو بنوم فإن له أن يمسح لما؟ لأن هذا الحدث حدث أصغر لكن في الحدث الأكبر الذي هو من جنابه لا يصح تصول لو أن الإنسان توضأ ولبس جوربيه أو خفيه ثم أجنب نام تحتلم أو أنه جاء مع زوجته فقال سأغتسل وإذا وصلت إلى القدمين فيهم الجوربان أمسح على الجوربين نقول هذا خطأ لما؟ لأنه لا يمسح على الخفين والجوربين إلا في الحدث الأصغر أما في الحدث الأكبر فلا